اهلا بكم ده اخيل البطل بتاع فيلمنا اما دي فبتكون ساكشي والاحداث بتبدأ وبنلاقي الشاب فاشل وتخين جدا وبيعمل كل حاجة بصعوبة كبيرة لكن بيظهر مرة واحدة بشكله الطبيعي وبنكتشف انه طلق في برنامج تلفزيوني وبيروج لمنتج تخصيص وبيضحك على الناس لكنه بيتخنق مع مقدم البرنامج علشان اديره فلوس الي يلا وبعدها بيروح يرقص في اعلان وبيقدي دوره وكالعادة بتحصل ازمة مع مدير الانتاج وفي كل مكان بيعمل مشكلة وفي النهاية بيقابل حبيبته ساكشي وبنشوفه زعلان لان حظه وحش وهي بتهون عليه علشان بيشتغل ليل ونهار وعاوز يعالج ابو الموجود في المستشفى وساعتها بنلاقيهم بيغنوا وبيخروهوا في كل مكان وبيكونوا فرحانين وبيحاول على قد ما يقدر يخليها سعيدة وتاني يوم بيقابل ابوها وبيطلب منه يتجوز من ساكشي لكن بيرفضه علشان فقير وفاشل وبيعمله بطريقة وحشة فاخيل بيقسم انه رايب جدا هيكون غاني وبيقوله فتكر وعد كويس لاني مش هتنزل عن حبيبتي وفي الوقت ده بيحضنها وابوها بيدربه وبيحاول يباده عنها ومن ناحية تانية ده بيكون والد اخيل وبنلاقي عمال بيرقصه كأنه سليم 100% وابنه بيدخل عليه وبيستغرب ازاي مريضه بيموت وبيسمعه وهو بيعترف للممرضة انه هو مش ابنه وبيستغله علشان يصرف عليه وياخد فلوسه لكنه بيتصدم اول ما بيلاقيه واقف وراه واخيل بيهدده وعايز يعرف من ابوه الحقيقي الله طب ما احنا كمان عايزين نعرف من ابوه الحقيقي لو عايزت عرف بقى ياسطى تابع معايا للنهاية لكن قبل ما اكمل ما تنساش تعامل لايك وتشترك في القناة واتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بيكون اخيل عاوز يعرف من ابوه الحقيقي فبيقول له انا شفتك مع امك من 30 سنة في المحطة بعد اما جزء تخلى عنها لكن القطر عمل حدثة وللأسف ماتت وانا مثلت ان ابوك وهي مراتي عشان اخد تعويض 100 الف من الحكومة ووقتها اخيل بيرجع البيت وحاسس ان الدنيا سودت في وشه لحد ما بيمسك صندوق قدين موجود في المكان وبيكتشف ان فيه جوابات بين ابوه امه وقلادة من 30 سنة وفيها صورتهم ام الاتنين وبيتفاجئ ان ابوه رجل الاعمال بنالة وبيكون فرحانه ومش قادر يصدق انه بقى مليار دير لكن بيشوف الاخبار وبيتصدم اول ما بيعرف ان ابوه مات واحلامه بتتحول لكابوس وزعلان وفجأة بنلاقيه بيتحك لانه بالشكل ده هيورس كل املاكه وساعتها بيحتفل وبيفضل يرقص ويغني وبيودى حياة الفقر والشحاتة وتاني يوم بيسافر مدينة بانكوك وبيروح لقصر ابوه عشان يطالب بكل حقوقه وبنلاقيه عمال بيجري وفرحان جدا واول ما بيدخل المكان بيشوف مراسم الجنازة وبيمثل انه زعلان وعمال بيعيط وكأنه متأثر جدا وهو في الاساس بيحلم بالاملاك اللي هيورسها وبعدها بيوعد في المكتب مع جوني مدير اعمال ابوه وبيطلع له كل الجوابات وبيوريه القلادة وبيديله عينة من دمه علشان يعمل تحليل دي اني وساعتها جوني بيقول له لم صدق انك ابنه لكن بيعرفه ان ابوه تنزل عن كل املاكه لشخص تاني واخيل بيكون متضايق وعايز يعرف مين اللي اخد فلوسه وفعلا بيدخل المكتب وبيلاي واحد قاعد على الكرسي لكن اول ما بيلف بيتفاجئ انه كلب وبيكون في حالة صدمة وجوني بيعرفه ان الكلب انقص حياة ابوه كذا مرة وملقاش افضل منه ممكن يورسه واخيل عمال بيعيط ومش قادر يصدق ان كل امواله ضاعت من ايديه وساعتها هو والكلب بيفضل يبص البعض وكأن فيطر ما بينهم همما الاتنين وتاني يوم صاحبه بيسافر له مدينة بنكوك وبيحكي له كل اللي حصل وبيتفقوا ويتحدوا مع بعض علشان يرجعوا الفلوس وبعدها بنلاقي الكلب بيقرأ في المجلة وكأنه مثقف وهم بيكهربوا التلاجة وعايزين يقتلوه وبيدوسوا على الزرار وبينفزوا خطتهم والكلب بيدخل المكان وبيقفل الزرار من تاني وبياخد الاكل بتاعه بكل سهولة وساعتها بيكونوا مستغربين ومش فهمين حاجة ولما بيلمسوا التلاجة الكلب بيكهربهم وبيطلع أسكى منهم وبيندمهم على كل حاجة عملوها وبعدها بيجي الليل وبيشوفوه في سبع نومة وبيقدروا يخلوه يفقد الوعي بتاعه وبيغموا عنه بشكل كامل ولما بيطلع الصبح بنلاقيه فالمبنى وبيصحى من النوم وهو مش شايف اللي حواليه والظروف كلها بتساعده وبيعد كل المصائب لحد ما بينزل على الارض بكل سهولة واخيله وصاحبه مش هادرين يسدهوا نفسهم والكلب بينتصر عليهم في كل مرة ومن ناحية تانية دول بيكونوا كران وارجون وبنعرف انهم اخواته بيحاول يهربوا من السجن لكن في نهاية الامر الشرطة بتقبض عليهم وبعدها بيرجعوا الحاجز وبنعرف انهم ولاد عم بنلة وكل ما كانوا بيحاولوا يموتوه علشان يورسوه الكلب بينقذوه لكن بيتفاجئوا من الجرائد انه هو مات وبنشوفهم فرحانين جدا وبنكتشف انهم يخرجوا كمان يوم من السجن وتاني يوم ساكش وابوها بيسافروا بنكوك بعدما عارفوا ان اخي الورس 30 مليار ولما بيكونوا موجودين مع جوني ابو ساكش بيعرفوا ان بنته مخطوبة للوريس وهو مستغرب ازاي هتتجاوز من كلب وساعتها بيلوى اخيل داخل عليهم وبيشوف حبيبته قدامه وبيفضلوا يبصوا البعض وفرحانين وجوني بيطلب من العريس يسلم على حماه وساعتها الكلب بيروح في اتجاهه وبينزل على الارض وبيقب بركاته وابو ساكش بيستغرب وجوني بيعرفوا ان الكلب هو الوريس وصاحب البيت وساعتها بنلاقيه مصدوم من كل اللي بيحصل ولما بيسيبوا المكان اخيل بيحاول يقنعهم ما يمشوش لكن محدش بيهتم بيه وقاتها كاران وارجون بيسمعوا كل كلامهم واخيل حاسس بالزنب وبيفتكر في كل ذكرياته مع ساكشي وزعلان جدا عليها وقاتها بيقرر ينتهم من الكلب لانه فرقوا عن حبيبته وكاران وارجون بيلاقوا ان الخطر الحقيقي في اخيل وعايزين يتخلصوا منه وابو ساكش بيقول لبنته سيبك من اخيل واتجاوز الكلب لكن بتصرخ فيه وبتكون من دايقة منه وتاني يوم اخيل بياخد الكلب وبيكون موجود في منطقة جليدية وكاران وارجون بيرقبوا كل تحركاته وبيقرر يرمي الكرة لمكان بعيد وبينفس خطته وبعدها بيسيب الكلب وبنشوفه بيطلع يجري في الاتجاه بتاعها واخيل بيغبط الجليد برجله وبيسبب في حدوث شرخ كبير وعايز يغرقه وفي نفس اللحظة كاران وارجون بيعملوا الاخيل مصيدة لكن ساعتها الكلب بياخد باله وبيطرب بسرعة وبيهرب من الفخ وبيرجع تاني الاخيل وهم بيكونوا مستغربين لحد ما بيقدر يوصله والجليد بيزوب من تحت رجله ووقتها بينقص حياته وللأسف الكلب بيوعى في المياه قدام عينيهم واخيل بيفضل يدور عليه وحاسس بالزنب وعمال بيعاية وزعلانه علشان يعرف قيمته بعد المضاع من ايديه ومش قادر يسامح نفسه على الغلطة اللي ارتكبها في حقه لحد ما بيخرج الكلب من المياه واخيل روحه بترجع له وكأنه تولد من اول وجديد وفرحان لانه عايش وتاني يوم بيوقفوا صد صورة ابوه وبيتأسف علشان كان هدف الفلوس وبيعترف ان الكلب اكتر واحد يستاهل الورث لانه وافي ولما بيكون ماشي بيلاقيه موجود قدامه وبيشكره علشان انقص حياته وبيعتذر لانه حاول يموته وبعدها بيسيب المكان وبيمشي وبيتخلى عن كل حاجة وتاني يوم بيوصل كاران وارجون للبيت وبيكون معاهم محامين وبيعرفوا جوني انهم لسه مسؤولين عن الشركات ومحاجش سلمهم جواب الفصل لما بنى لطردهم وجوني بيعترض على كلامهم لكن من غير نتيجة ومع الايام المحكمة بتصدر قرار بتحويل الممتلكات لكاران وارجون بشكل كامل وبنشوفهم فرحانين جدا وبعدها بيرجعوا البيت وبيقرروا يتردوا الكلب من المكان وبياخدوا منه القلادة اللي هو لبسها والكلب بتصعب عليه نفسه وبيفتكر ذكرياته مع السيب بنا لو ازاي كان بيحبه ووقتها بيمسك صورته وبيترحم عليه وعلى ايامه وازاي من بعده ترمى في الشارع وملهوش سند في الحياة وفي اللحظة دي بيظهر اخيه قدامهم وهم بيبصولوا بكل استغراب وبيعرفوا منه شاف الخبر في الجرائد وبيتعاهد الكلب بانه هيرجع حقه من تاني وبيحطوا خطط الانتقام مع بعضهم وتاني يوم كران وارجون بيكونوا ماشيين بعربيتهم وفجأة بيلووا الكلب واقفوا قدامهم وبينزلوله وبيفضلوا يتريعوا عليه لانهم سرقوا فلوسه لكن بيكتشفوا ان مجمع كل اصحابه وبيكون عددهم كبير جدا وبيبان عليهم الخوف ولا لا وبيكونوا مش عارفين يتصرفوا ازاي لحد ما بيظهر اخيل في المكان وعايز ينقص حياتهم باي طريقة وبيحذر الكلاب من انهم يقربوا لهم وإلا هيموتهم كلهم ووقتها بنشوفهم بيجروا عليه ووبيقدر يتخلص منهم بكل سهولة وبتبدأ سرعات كتيرة جدا وبيكونوا مش عارفين يحموا نفسهم او يتصرفوا ازاي فاخيل بيمسك السكينة وبيهدد بانه هيموت زعيمهم والكلاب كلها بتخافوا وبتنسحب من ارض المعركة وكلان وارجون بيفرحوا بشجاعة ورجولة اخيل وبياخدوه للبيت وبيشغلوه خدامه وبيعملوه زي الكلب الوافي وتاني يوم بيروح لحبيبته وابوها وبيعرفهم انه بقى ملياردير والكلب تنازل عن كل ممتلكاته لا وكمان بيوريه بصمة ايدين الكلب وساعتها ابو ساكش بيوافق انه هو يتجاوز بنته وبيكونوا فرحانين وبعدها اخيل بيقنع حبيبته انها تساعده ويرجعوا حقهم من كران وارجون وهي بتوعد الكلب انها طوف جنبه ومع الايان بتظهر لكران بشخصية محترمة وملتزمة في كل حاجة بتعملها واهمها اللبس وبعدها بتروح لارجون وبتبنق قدامه انها متحررة وبتفضل ترقص وتغني معاه وبتقدر توقع كل واحد منهم في حبها علشان يتخنقوا مع بعض وساعتها اخيل بيعرف كران ان اخوه بيخونه وبيروح لارجون وبيقوله نفس الكلام وبالشكل ده الخطة بتاعته بتنجح علشان يفرق ما بينهم وفعلا الاخوات بيوقفوا صاب بعض وكل واحد بيلوم التاني وعاوز يفوز بساكشي وكران كان هيدرب ارجون لكن بيرجع في كلامه وهم الاتنين بيقلبوا الموقف درامي وبيعياته واخيل وساكشي زعلن لان خطتهم بازت وتاني يوم الفريق بيتجمع من تاني وبيبدأوا يفكروا من اول وجديد ولما بيجي الليل اخيل بيحاول يقنعوا من البيت مسكون والارواح منتشرة في المكان وهم بيصدقوا بيبنى عليهم الخف والرعب وبعدها ارجون بيكون لوحده بيشوف كلب موجود في السقف وبنلاقي مصدوم جدا وبنكتشف ان جوني هو اللي عمالي يحركه وبيلعب به اما كران بيتفاجئ ان التلفزيون اشتغل لوحده وبيباني الكلب ماشي في الاتجاه بتاعه لأو كمان بيخرج له من الشاشة وبيكون شكله غريب وكران مرعوب وخايف جدا منه وساكشي بتحتفل بنجاح خطتهم وبعدها بيجي دور اخيل وبيوقعهم في بعض وبيقول لكل واحد ان اخوك قصد يخوفك عشان تحصل لك ازمة قلبية وتموت وياخد فلوسك وقتها هما الاتنين بيقفوا ضد بعض وبنعرف انهم رشل قاضي علشان يحكم لهم بالورث وبيجي اخيل وبيضربهم بسرعة وبيطلع يجري وساعتها كران بيوقع عارجن على الارض وكل واحد عايز يتخلص من التاني ويقتله وساكشي والفريق بيصور كل الاعترافات اللي بتتقلم منهم لكن للأسف السيدي بيقع منهم وهم بيشوفوه وبيعرفوا انها خطة واتعملت عليهم وسرهم اتكشف وبسرعة بيجي الكلب وبياخد السيدي في اللحظة الاخيرة وساعتها اخيل والفريق بيوفق قدامهم وبيقولولهم ازاي ادروا يوقعوهم في الفخ ووقتها الاخوات بيجمعوا كل رجالتهم وبيطلعوا يجريوا وراء الكلب وعايزين السيدي بأي طريقة واخيل بيفضل يضرب فيهم وبيستخدم قوته ضدهم وما حدش بيكون قادر عليه او عارف يتحدى وبعدها بنلاقي الكلب بيدخل الاستاد وبيطلع يجري فيه لكن كاران وارجون بيخبطوا بالعربية وفي لحظة ما بيكونوا عايزين يموتوه اخيل بيوصل لهم وبيمنعهم في اللحظة الاخيرة وبيشكل فريق مع الكلب وبيشيل السيدي معاه ووقتها بيبدأ يضرب في كاران وارجون وهم الاتنين مش عارفين يواجهوه او يسيطروا عليه لحد ما كاران بيمسك المسدس بتاعه وبيرفع السلاح على اخيل وبيضربه بالنار لكن بنتفاجئ انه عايش والكلب اللي اخد الرصاصة ووقتها بيتحول عليهم وبتحصل له حال الجنون وعاوز ينتئم منهم لحد ما بيعرف ان الكلب لسه عايش وفيه الروح وساعتها بياخده علشان يعالجه بسرعة وبنشوف شايله كأنه ابنه وعايز ينقذ حياته من الموت وبعدها بيوصل للمستشفى وبيسلمه للدكاترة هناك وبيكون الان عليه وخايف جدا وعمال بيفتكر في كل الذكرياته معاه وازاي كانت حياته مسعيدة مع بعض وفي النهاية الدكتور بيبلغه وان قلب الكلب مش هيستجيب للعملية ولما بيدخل للقوضة بيفضل يعتزرله علشان ما يعرفش ينقذ حياته وبيكون نادمان وبيقوله ما ينفعش تسيبني الوحدي لكن للأسف الكلب بيودع الحياة وبيموت واخي العمال بيعيط عليه ومش قادر يصدق نفسه وحاسس انه بقى واحده مالوش حد في الدنيا ولما بيكرر يخبطه متضايق قلبه بيومبض مرة تانية وبيرجع للحياة بمعجزة غريبة واخيل بنشوفه فرحان لانهم كتاب له يعيش من اول وجديد وتاني يوم بيكونوا في البيت وبيلبسوا القلادة بتاعته وابو ساكشي بيوافق على جوازه من بنته وبيقوله اللي يفوز بحب الكلب لازم يكون اغنى من اي مليونير وبعدها كيران وارجون بيوصلوا للمكان وبنعرف ان الكلب بتنازل عن كل الاضايا وقدر يسمحهم وساعتها العيلة كلها بتتجمع من تاني وفي النهاية الكلب بيتجوز من كلب صاحبته واخيل وساكشي بيعمله الفرح بتاعهم وبنشوفه معملين بيرقصه ولحد هنا بيخلص فيلم النهاردة لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد اشوفكم في فيلم جديد سلام